بيتكلم على المساعدات المصرية وهو مؤسسته مشاركة مؤسسة كبيرة ضمن التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي واللي دخل مساعدات من اول كامي يوم داخل قطاع غزة رئيس الوزراء النهاردة باتكلم على المساعدات واحنا عندنا في مصر من اول لحظة سات رئيس مساعدات اجلس الدولة مؤسستها جمعياتها الحكومة تحي مصر كله يبدأ يشتغل على ناس مش لقى يتاكل فبدأ كله تكاتف هنا بقى عظمت الشعب المصري وعظمت رجال اعمال وعظمت كل واحد بيساهم بجنيه لهذه المؤسسات والجمعيات وغيرها مرة واحدة بدأنا نتحرك بعد تكليف الرئيس تدخل شاحنات تتحرك من هنا الى معبر رفح تفضل كم يوم قاعدين والناس موجودين والشباب والمتطوعين مئات او ربما الاف كمان من التحالف الوطن وكل المؤسسات اللي هي شريكة اللي هم عادتهم يمكن خمسين مؤسسة وجمعية ضمن التحالف الوطن اللي عامل اهل والتنماء والتحالف المهم جدا قاعدوا قالوا لا احنا مش هنرجع غير ما المساعدات دي تدخل وكان الاسرار المصري الرئيس عفتاح السيسي انه ربط الامريكان والغرب بيتكلموا عندنا رعاية خرجوهم ربط ده بالمساعدات فيش حد هيخرج من غزة الا المساعدات دي تدخل الشعب الفلسطيني حد يش اعمل كده الا دولة قوية ورئيس قوي لازم تبعوا عرف كده لا مفيش ده كان الموقف المصري ويتم التجاوه حتى لو كان الاول بنتكلم على العشرين النهاردة تجاوز مية وربما داخلين على متين وبعد كده ممكن تدخل تلتمائية وربعمائية شاحنة في اليوم ويمكن اكتر من كده كمان وتدخل المساعدات المصري من معبر رفح تبدأ الدول تبعت دولة تقول لك هبعت طيارة دولة تاني هبعت خمسة دولة تالت هبعت سفينة دولة رابعة هبعت هبعت الهلال الاحمر كله اشتغل وإحنا عندنا الهلال الاحمر مصري ننصق مع الهلال الاحمر الفلسطيني وكل اللي بقول لكم عليه ده عندنا مؤسسة وطنية عظيمة اسمها المخابرات العامة المصرية تعرفوا الحكاية دي كويس قوي تدير ورجال الظل تبقى حضراتكم عارفين يعني مش كل ما هو معروف يتقال ولكن مضطر لازم اتكلم يديروا هذا العمل بمنتهى الحكمة في تكليف من السيد الرئيس سيد الوزير عباس كامل مع رجال المخابرات العامة ادارة هذا الملف اللي هو ما بين هنا وما بين هنا فكل حاجة انت يعني زين بقول كده لانه هنا خطوات انت بكلم على حرب فبتشتغل في ظل حرب ولازم تدخل مساعداتك والرعاية يخرجه وانت بتدخل مساعداتك ما فيش عربية تضرب لانه داخل من مصر فاي عربية داخل من مصر ضربت تفتكروا هيحصل ايه دخلنا عربية وطلع طيران جيش الاحتلال ضربها ما هو العمل فكل حاجة هناك رجال ما بينموش بجد معنى الكلمة بيشتغلوا عشان المساعدات دي تدخل والرعاية دول يخرجوا وتبقى جاهز واقف عندك مصريين موجودين في الغزة يرجعوا عندك امريكان عندك روس عندك المان عندك مختلف دول العالم يتفضلوا بس كله الاول المساعدات وتدخل المساعدات المصرية اولا ثم باقي الدول فرئيس الوزراء النهاردة تكلم على اعرف اعرف بس البلد بتعمل ايه واحنا صرفنا الاقتصادية صعبة جدا جدا ولكن ده ما قالش ان احنا نسكت ما قالش ان احنا ظروفنا صعبة وما عندناش نقدر نساعد الاشقاء لا رغم ظروفنا الصعبة اشتركوا في القناة